أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل ندرس كتابة الطحاوية مع أن أبا حنيفة يرمى بالإرجاء؟ يا أخي أبو حنيفة ما يرمى بالإرجاء من أئمة أهل السنة والجماعة وهو أقدم الأئمة الأربعة رحمه الله ما عنده إرجاء بمعنى الإرجاء المذموم إنما عنده بعض الشيء لكن هذا أمر سهل والحمد لله ولا يخرجه ذلك عن كونه من أهل السنة والجماعة أما أهل الإرجاء التام فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة نعم